الكسل البصري الكسل البصري الكسل البصري ما تكون في كلا العينين وحوالي 5% من الأطفال الأسف يعانون من تلك المشكلة أسباب الكسل البصري قد تكون عضوية مثلا القرنية المخروطية أو وجود ساد بالعين الماء الأبيض أو حوالي العين قد يسبب هذه المشكلة وآخيرا الهدول الجفني أي مرض يسبب ضعف في الإبصار بعين يؤدي إلى الكسل البصري الدائم لذلك من المهم أن يتم تشخيص هؤلاء الأطفال بعمر مبكر بين الثلاثة للست سنوات وعرضهم على طبيب العيون طبعا بعدها طبيب العيون يقوم بالإجراء اللازم اللي هي إما من خلال إعطاءهم نظرات أو عدسات لاثقة أو حتى عمليات وقد يقوم بوضع الغطاء على العين السليمة لفترة معينة وذلك لتقوية العين الضعيفة وشكرا لكم والاستماعكم أهلا وسهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر